اشتركوا في القناة علشان نطور من شغلنا ونحسن من إنتاجها وهنا بيجي دور الـ IT في أنه يوفر الـ solutions والـ tools اللي تزود كفاءة الشغل وتعلي الإنتاجية وفي نفس الوقت بتكلفة أهل مع Office 365 قدرنا نحقق تطور كبير خصوصا في ظل المتغيرات الكتيرة والسريعة اللي بتحصل على مستوى العالم وبالأخص في السوق المصري واللي بتخلينا لازم ناخد قراراتنا بطريقة أسرع وأداء وعشان كده كان لازم يكون عندنا Business Productivity Improvement System المتميز وده اللي خلنا نختار Power BI اللي قدرنا من خلاله نوفر أناريتك سولوشن متكامل وفي أقل من شهر واحد بقى عندنا Live Dashboards لبيانات بحجم أربع سنين بكل سهولة قدرنا نعرض الـ Dashboards على أي ديفايس أو PC أو موبايل أو تابلت بدون أي استثمارات إضافية في الإنفرستركتر الحقيقة كل ده طور بشكل كبير عملية اتخاذ القرارات بالنسبة للـ Top Executives وده طبعا ساعدنا نزود من كفاءة القرارات لأنها بقت مدعومة بمعلومات كافية ولحظية اعتمدنا على Office 365 ووفر لنا كتير في الـ Data Migration للبيانات الخاصة بألاف الموظفين بسهولة تامة وبدون أي مخاطر فمع Exchange Online استفدنا بالـ Archiving Feature في أننا نروح لـ Office 365 من غير أي تأثير على البيانات أو الـ Operations مع توفير أعلى درجة الأمان واستمرارية العمل up to 99.9% والحقيقة ده ساعدنا كتير في توفير استثماراتنا الحالية والمستقبلية في الـ Storage وخلنا نقدم email service أحسن وأأمل والتكلف تشغيل أهل وباستخدام Office 365 Pro Plus بقينا دايماً up to date مع كل الفيتشيرز الجديدة واللي بنقدر نوفرها لأكتر من 170 فرع لنا وفي نفس الوقت بكل سهولة ومن غير تعايدات الـ IT Operations أو الـ Support أما مع Sky for Business فقدرنا نسهل التواصل والشغل الجماعي من أي مكان وطورنا كمان من طريق شغلنا وخلينا Sky for Business هو الوسيلة المعتمدة لكل الاجتماعات الرسمية في مكاتب وفروع جي بي أوتو سواء داخل أو خارج مصر خطوة نجاية هي الاعتمد بشكل أكبر على OneDrive for Business علشان نوفر الأمان والخصوصية وسهولة الوصول للبيانات في أي لحظة ومن أي مكان بدل الاعتماد على الـ USB وده اللي هيخلي الشيرينج أسهل وأأمل وفي نفس الوقت هيوفر لنا Storage Space واللي هيساهم بشكل كبير في خفض تكاليف التشغيل مع مايكروسوفت ضماننا حلول متكاملة تخلينا دايماً مستعدين لتطوير نجاحنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر